لمزيد من التسهيلات والمتابعة للطلبة السعوديين دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد قطان الخدمات الإلكترونية الجديدة للملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة والتي تسهل على الطالب وتقدم له كافة الخدمات المطلوبة التطوير الإلكتروني للملحقية الثقافية يعد حدثاً مهماً في هذا التوقيت يأتي في سياق سلسل من الإجراءات والأعمال التطويرية التي تشادها الصفارة السعودية سواء المبنى الرئيسي المقر القديم في جاردن سيتي ثم الملحقية الثقافية هذا الإجراء يساعد الطلب السعوديين على الترابط يساعد الطلب السعوديين على التواصل السفير السعودي تفقد أقسام الملحقية الثقافية واستمع إلى شرح من الملحق الثقافي السعودي عن مهام وأداء تلك الأقسام وأكد على العاملين في الملحقية على تقديم الخدمات التعليمية المميزة للطلبة السعوديين الدارسين في مصر الملحقية الثقافية أحد النوافذ المهمة التي تقدم مثل هذه الخدمات سواء للطلبة الدارسين أو الدراسات العليا أو مختلف المواطنين المعنيين بالشأن الثقافي إذن هذه الختمات تأتي في إطار تطوير العمل الثقافي من إطار السفارة وما تشعب منها من أنشطة الطلبة السعوديون المميزون هنا في مصر من خلال الدراسات المختلفة سواء في الدراسات العليا أو الدراسات الجامعية وأكد السفير على التواصل الدائم من الصفارة مع طلبة السعوديين بالقاهرة وطلب أن ترفع له كافة المشاكل والعقبات التي قد تواجههم لتزليلها اهتمام دائم من الصفارة السعودية والملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة بالطلبة السعوديين في مصر ومتابعة أحوالهم باستمرار أصم عبد المقصود الإغبارية القاهرة